أبل قدمت أهم وأكبر مؤتمر لمطورين في تاريخها وده اللي هيعمل نقلة نوعية من السخدامات المنتجات بتاعتها من ناحية السوفت وير طبعاً ده لمستخدمين أبل مستخدمين أندرويد تقريباً ما سمعوش حقيقة جديدة بس إحنا هنتكلم عن استخدامات بتاعة أبل وأنا هتكلم دلوقتي عن تحديثات السوفت وير اللي اتكلمت عنها وهنتكلم عن الزكاء أبل زكاء أبل مش الزكاء الصناعي زكاء أبل اللي أبل قدمته طبعاً أبل لما تجي تقدم حاجة قديمة وتجي تقدمها جديدة لازم تقدمها بطريقتها ولازم تسميها بالتسميات بتاعتها والأول نبتدي بالتحديثات اللي اللي أنا شايف اللي هي شبه ما لهاش لازمة وأول سوفت وير أبل تقدمه هو الفيجين أو اس 2 مع أن الفيجين أو اس ما بقى لهاش غير ثلاثة أو أربع شهور بس بس أنا زريت بتحديث جديد لكن هو مش تحديث كبير دلوقتي في التحديث ده بقى الأبل فيجين بتقدر تقرأ إيماءات بإيدك جديدة ودلوقتي تقدر كمان تحول الصور العادية لتو دي لصور سبيشال تبقى صور 3D قدامك ده طبعاً بالزكاء بتاع أبل أو الزكاء الصناعي وفي التحديث ده تقدر دلوقتي تستخدم شاشة ألترا وايد مع الماكبوك برو بتاعك وده طبعاً حقيقة كويسة جداً عشان هيديك مساحة أكبر من الشاشة الوحدة اللي أنت ممكن تستخدمها لأن مهما كانت الشاشة كبر الشاشة لما يكون عندك شاشة بحجم شاشتين جنب بعض ده هيديك استخدامات أكتر على الماكبوك وحاجة كمان بسيطة دلوقتي تقدر تعدل ترتيب الأيكونات في المنيوز بتاعتك وده هو الأبل فيجين أو اس 2 وتاني تحديث صغير هو التيفي أو اس في التيفي أو اس دلوقتي تقدر توقف الفريم على أي مشهد أنت بتتفرج عليه وتشوف بيانات عن الممثلين اللي موجودين وده حاجة كانت موجودة أصلاً في أمازون برايم من زمان لكن الخاصية دي هتشتغل بس على المحتوى بتاع أبل تيفي بلوس مش أي محتوى هتشغله على الأبل تيفي بتاعك والخاصية الثانية اللي أضفوها أن دلوقتي فيه اختيار تحسن من الصوت بتاع الممثلين وآخر حاجة في التحديث أنه بقى فيه سكرين سيفرز جديدة وممكن تختار السكرين سيفرز اللي انت عايزها أو تعمل سكرين سيفرز بنفسك من الصور بتاعتك وبيتحط عليها الساعة بشكل مناسب للصورة ودي هي التحديثات اللي في التيفي أو اس والإيربود سبرو دلوقتي جالها خاصيتين جداد أول حاجة تقدر ترد على سيري بحركة راسك يعني مثلا لو جالك مكالمة وتقول لك عايز ترد ولا لا ممكن تعمل لها كده آه أو كده لا والسماعة هتفهم وترد على سيري بالإيماءات بتاعت راسك تاني حاجة دلوقتي عزل الضوضاء في المايك في المكالمات يعني أنت لو بتتكلم مع حد وانت في مكان دوشة اللي للأسماعة هتعزل الصوت بتاعك عن الدوشة دي وأنا شايفين ده أوبشن كويس جدا خاصة اللي بيستخدموا السماعة في المكالمات على طول وهم برا والواتش اس جالوا تحديثات كويسة للناس اللي هتستخدمها مش لأي حد أول حاجة هي الترينينج لود لو أنت بتتمرن الساعة هتحدد الأداء بتاعك في التمرين على حسب الكالوريز اللي أنت حرقتها الخطوات اللي أنت عملتها مقارنة كمان مع سنك ووزنك وهي دي كريتنج من واحد لعشرة سواء التمرين بتاعك كان خفيف أو متوسط أو كان تمرين تقيل لعشرة فأنت محتاج تريح مثلا المرة الجاية ودي حاجة كويسة جدا الناس اللي بتتمرن عشان توصل لهدف معين أو عشان تحسن من أداءها أو الناس اللي هتحتاجها عشان مثلا بتتمرن لمسابقة أو دوري أو متشاط أو أي إفنت مهم بالنسبة لهم والإضافة الثانية في الواتشو اس هو تطبيق جديد اسمه الفايتالز أب تطبيق عن مؤشراتك الحيوية والتطبيق ده بيخلي الساعة ترائب المؤشرات بتاعتك الحيوية وانت نايم من حيث ضربات قلبك نسبة الأوسيجين في الدم درجة حرارتك والأنماط بتاعت النوم بتاعتك وبيترائيهم عشان يديك تقرير كل يوم بعد ما تصحب ويقولك إذا كان في حاجة متغيرة في حاجة مختلفة في حاجة محتاج تاخد بالك منها وهيديك الأسباب ليه الحاجة دي متغيرة على حسب النمط بتاعتك وحسب اليوم بتاعتك كان عامل إزاي ده غير بعض الإضافات اللي هما ضفوها على الساعة زي أن انت تعمل تراك مثلا لأوبر أو لو جايلك order delivery وتقدر تترجم على الساعة ده غير في التحديث ده هديك options أحسن أن انت تخصص الwatch face بتاعك الوجهة بتاعت الساعة مش بس أن انت تختار صورة من عندك هو بيرجح لك إيه أحسن سواء هتمشي على الwatch S بتاعتك وكمان هيعد المكان الساعة على حسب الشكل بتاع الصورة العام نيجي بقى للتحديث الجديد للماكو اس وسموه سيكويا وفي التحديث ده برضو فيه حاجات بسيطة ممكن تكون مفيدة جدا لحد اللي هيستخدمها أول حاجة انت تقدر تعمل mirror أو تحاكي التليفون بتاعك وتستخدم كل حاجة على التليفون على الماكو مش شرط إن الحاجة دي اللي انت هتستخدمها أو التطبيق ده يكون مفتوحة التليفون لفونك مقفول وشايله مثلا في حتة بعيدة وبتستخدم كل حاجة على اللابتوب بتاعك أو الماكو بتاعك تاني حاجة ومن غير طريقة من المستخدمين بتاع ويندوز دلوقتي تقدر تفتح صفحات من التطبيقات وتحطها جنب بعض بشكل مرتب مش إن انت تقدر تزبطها بنفسك طبعا دي إحنا من ويندوز سكام سيفن ما علينا وكمان حسنوا الأداء بتاع سفاري لدرجة نهو بيقولك إن انت لو هتتفرج على محتوى سفاري هاديك أربع ساعات زيادة من البطارية عن لو انت كنت بتتفرج على كروم أنا واحد من الناس اللي كنت على طول بستخدم سفاري وكنت بحب الأداء بتاعه لحد آخر سنتين كنت شايف الأداء بتاعه كان سائق جدا وحولت من سفاري لكروم حتى على الآيفون بتاعي أتمنى يكون الكلام بتاعهم صح وأتمنى يكون سفاري بتاعهم الأداء بتاعه تحسن مش بس على الماك وكمان على الآيفون وعلى الآيفاد ودلوقتي يبقى فيه تطبيق جديد اسمه الباسورز أب تطبيق منفصل مش جزء من الإعدادات بيحتفظ بكل الباسورز بتاعتك والكودز بتاعتك عشان تقدر تستخدمه كمان على الماك والآيفاد والآيفون وحتى على الكمبيوترات بتاعت ويندوز ومع تحديث ماكو اس أبل بتقول إنها هتهتم أكتر بالجيم والألعاب وهتجيب ألعاب قوية لتريبل اي تايتلز ووبيسوفت أعلنت إن اللعبة أساسينس كريد الجديدة اللي هتنزل في شهر 11 هتنزل في نفس الوقت اللي هتنزل فيه على البلاي ستيشن والكونسولز هتنزل في نفس الوقت على الماكو اس ودي طبعا هتكون خطوة قوية جدا بس الفكرة إن باقي المطورين بتاع الألعاب القوية إن هم يعملوا نفس الكلام وينزلوا الألعاب بتاعتهم في نفس الوقت مش متأخرة بعدها بسنة على الماكو اس ننجي بقى للآيباد واس 18 وأهم حاجة في التحديث بتاع الآيباد واس هو كالكوليتر قال الحزبة قال الحزبة اللي موجودة على الأبل واتش بقالها كم سنة دلوقتي ده أهم تحديث موجودة على الآيباد واس مش بقول كده إن يعني التحديث ده مالوش لازم لا هم فعلا عملوا الكالكوليتر قال الحزبة على الآيباد بس عملوها فعلا مبهرة إنها مش بس تعمل عمليات الحسابية بتاعتك دلوقتي تقدر تعمل معادلات تكتبها بإيدك والآيباد هيحلها لك وتحتى كمان ممكن تعمل معادلات بمتغيرات وتعدل في المتغيرات دي والآيباد هيحل المعادلة اللي قدامك وكمان تقدر تعمل من المعادلات جراف وهيعدلك في الجراف مع التغيير في المتغيرات اللي موجودين في المعادلة والخاصية دي مسميينها الماث نوتس ومش بس تقدر تستخدم الماث نوتس دي في تطبيق الألال حزبة كمان تقدر تستخدمها في تطبيق الملاحظات أو النوتس أب بتاعك لو أنت الشخص اللي الناس كلها بتسألك تعمل حاجة إزاي على الآيباد بتاعها فالتحديث ده هيكون ليك لأن في من خلال التحديث ده هتقدر تعمل شير سكرين وتشاور لحد مثلا لا دوس هنا لا أعمل كذا ولو الموضوع مش نافع خالص هيقدر يدي لك أكسس على الآيباد بتاعه وتقدر تعمله لحاجة اللي هو عايزه على الآيباد بتاعه من المكان اللي انت فيه والحاجة اللي عجبتني في الآيباد واس 18 غير تطبيق الألال حزبة إن دلوقتي الآيباد يقدر يفهم الخط بتاعك ويقدر يقلده يعني أنت دلوقتي لو بتكتب في تطبيق الملاحظات بالخط بتاعك وجيت نسخت كلام من تطبيق تاني أو من صفحة مثلا من على الويبسايت وبتنسخم مع الكلام بتاعك بينسخولك بنفس الخط بتاعك ولو أنت بتكتب بسرعة مثلا الخط بتاعك مش واضح قوي أو الخط مش أحسن حاجة الآيباد بيعدل أو بيحسن من شكل الخط بتاعك من غير ما يغير في شكل الخط نفسه يعني هيبه الخط بتاعك بس شكله أحلى شوية ونيجي بقى للتحديث اللي كلنا مستنيينه الـ iOS 18 وأخيرا دلوقتي تقدر تخصص الشاشة بتاعتك والهوم سكرين بتاعك زي ما انت عايز تقدر تغير الشاشة والفلاش اللي موجودين على الشاشة الرئيسية لأي اختيار من الاختيارات اللي موجودين عندك تقدر تحط التطبيقات والويتجز بتاعتك في المكان اللي انت عايزه وبالشكل اللي انت عايزه مش لازم بالترتيب زي ما كانوا موجودين وكمان التطبيقات دلوقتي تقدر تغير اللون بتاعها ممكن تعملها دارك مود ولايت مود وكمان تقدر تخليها بلون مختلف تماما سواء اللون ماشي مع الخلفية بتاعتك أو أي لون انت حبه والخاصية دي مش بس هتشتغل مع تطبيقات قبل لا هتشتغل على أي تطبيق موجود على الايفون والكونترول سنتر أو مركز التحكم كمان اتغير بشكل كبير وفي طريقة استخدامه لان دلوقتي بقى متقسم لك لمجموعات من التحكم التحكم مثلا بتاع التريفون اللي انت متعود عليها مجموعة للتحكمات للمشغل مثلا الأغاني أو الفيديو اللي انت بتستخدمه تجري يتوقف تشغل فيه مجموعات من التحكمات مثلا للهوم كد بتاعتك أو الحاجات لأجهزة المنزلية الزكية وكمان تقدر تضيف على أي واحدة فيهم تحكمات اللي انت عايزها وتحطها في المكان اللي انت عايزه وبالحجم اللي انت عايزه ده غير كده انت تقدر تضيف تحكمات خارج نطاق مثلا منظومة أبل أو التحكمات بتاعة أبل يعني مثلا الإضاءة اللي وراي دي أنا بشغلها من تطبيق على التريفون فممكن التطبيق ده يعمل أداة تحكم تبقى موجودة في المركز التحكم بتاعك مش لازم تروح تفتح التطبيق عشان تشغل الإضاءة ممكن المركز التحكم تروح مشغلها من عارية على طول فادلوقتي المركز التحكم تقدر تخصصه بالشكل اللي انت عايزه وبالتحكمات اللي انت عايزها ولو في حاجة انت ما تستخدمهش تقدر تشيلها وتقدر تكبر وتصغر زي ما انت عايز والخاصية الجديدة اللي ضفوها كمان في الـ iOS 18 ان انت تقدر دلوقتي تقفل تطبيقات معينة ما تفتحش غير بالباسورد أو بالـ Face ID بتاعك او تخبي تطبيقات ما تبقاش باينا حتى لو انت فتحت قائمة التطبيقات كلها وتبقى مستخبية تحت قائمة التطبيقات المخفية أو الـ Hidden Apps وما تفتحش برضو غير بالـ Face ID بتاعك محدش هيشوف ايه التطبيقات اصلا الموجودة او لو في تطبيقات مخفية ولا لا ولو جالك اي اشعارات مثلا من التطبيقات مش هتبين غير لما تفتح التطبيق نفسه وفي ايو اس 18 جاءت تحسنات تانية زي مثلا في الاي ميسج ان انت تغير في التكست والإفكتات بتاعت التكست اللي انت بتبعتهم تعمل رسالة انها تتوصل في وقت معين دلوقتي بقى فيه دعم للرسي اس يعني دلوقتي هتقدر تستخدم الاي ميسج مع الاندرويد عادي تحسنات في التطبيق بتاع الايميل منها بيقسمه لك كاتيجوري زي مثلا الحاجات المهمة دعائيها الأوردرات حاجات اللي موجودة في الجيميل من زمان ده غير طبعا التحسنات اللي احنا تكلمنا عليها في الماك او اس والايباد او اس يعني الماث نوتس اللي من ايباد او اس التطبيق الباسورز اللي موجود وكمان بقى فيه خاصية جديدة لهيه الجيم مود والجيم مود ده عشان يعليلك من اداء بتاع التليفون في اللعب وبيقلل لك كل الاستخدامات اللي الايفون بيستخدمها او التطبيقات اللي شغالة في الخلفية عشان يديك احسن اداءة في الجيم ونيجي بقى لاهم حاجة ابل اعلنت عنها وهو الزكاء بتاع ابل الزكاء الصناعي بس بتاع ابل فصموه زكاء ابل وخلي بالكم ان الزكاء بتاع ابل مش هيبقى متاح لكل المستخدمين زكاء ابل هيكون متاح لمستخدمين الايباد بمعالج الام سواء ايباد اير او الايباد برو بمعالج الام ومستخدمين الماك بمعالج الام من اول الام 1 ومستخدمين الايفون 15 برو او برو ماكس حتى مش الفيفتين العادي او الفيفتين بلوس الجداد اللي هما لسه مكملوش عليهم سنة الزكاة بتاع ابل مش هيشتغل عليهم هيشتغل بس على البرو والبرو ماكس ودي بصراحة كانت اكتر حاجة انا استغربتها يعني انا شايف ان حتى الايفون 14 برو ماكس الاداة بتاعهم مفرقش كتير عن الايفون 15 برو ماكس والزكاة بتاع ابل ده هيكون اهم تحديث ابل قدمته في تاريخها لان ده هيغير طريقة استخدامك للاجهزة بتاعتها سعاء ايفون ايباد ماك كل ده هيتغير مع الزكاة بتاع ابل بس هو ليه اسمه زكاة ابل مش زكاة صناعية لان ابل هنا بتستخدم الزكاة الصناعية مخصوص للشخص المستخدم تخزن البيانات بتاعتك والكلاود عبارة عن سيرفرات معمولة من المعالجات بتاعت ابل ام وان والا سيفنتين برو فهي السيكوريت بتاعها هيكون عالي جدا وكمان قالوا ان السيرفرات بتاعتها والكوز بتاعتها دي متاحة لاي شخص مختص ان هو يفحص الكوز بتاعتها ويتأكد ان فعلا البيانات بتاعتك دي محدش هيقدر يشوفها محدش هيقدر يوصل لها ومش هتتخزن برة تلفونك وعشان كده سموها زكاة ابل لانها مختلفة عن الزكاة الصناعية اللي اي حد بيستخدمه على الانترنت طيب الزكاة بتاعة ابل ده هنستخدمه في اين؟ الزكاة بتاعة ابل جوهر بتاعتها هو سيري سيري دلوقتي بيتأسكى عارفة دلوقتي كل حاجة من البيانات بتاعتك من الميل بتاعتك من الصور بتاعتك المحادثات بتاعتك وتقدر تتكلم معها وتتابع الريكويست بتاعتك والاسئلة بتاعتك وهي هتفضل ترد عليك مش كأنه سؤال جديد يعني ممكن تسألها مثلا ابوها هيرجع امتى من صفر فهي هتشوف مثلا في الامريات او المحادثات بتاعتك لو كان كاتب لك معاد الوصول او بعت لك التذكارة وهتقول لك هو هيوصل مثلا في توقيت كذا في مطار كذا في الساعة كذا طب هتسألها مثلا طب احنا هنعمل ايه بعد كده او هنأكل فين بعد كده هتقول لك مثلا ده هو كان حاجز في مطعم كذا طب هو الطريقة هياخد من المطار للمطعم قد ايه هتقول لك هتفضل تكامل معاك الريكويست دي ودي حاجة كويسة جدا سيري دلوقتي تقدر تعمل حاجات في التطبيقات يعني مثلا لو انت فتح تطبيق الصور وفتح صورة ممكن تقول لها سيري عدليلي الصورة دي او خليل او الوان بتاعتها فاعة اكتر هتعدل لك الصورة ممكن تسألها طلعيلي صورة مثلا بنتي وعلى وشها ستيكرز هتروح مطلع لك او تقول لها مثلا طلعيلي حتة من فيديو كان حصل فيها حاجة معينة هتطلع لك الحتة من الفيديو من الفيديوهات بتاعتك اللي عندك في الصور اللي فيها الحاجة اللي انت بتسأل عليها وكل الطلبات والاسئلة بتاعتك دي بتسألها بشكل عادي كأنك بتتكلم حد فعلا ودلوقتي تقدر تكتب لسيري مجرد ان انت تدوس على البار اللي تحت مرتين بيفتح لك الشات بتاعتك بينك وبين سيري وتكتب لها وهي هترد عليك وطبعا سيري دلوقتي بقى لها شكل مختلف ولوجو مختلف وانترفيس مختلف لما تيجي تكلم سيري لحواف بتاعت التليفون بتنور مش بس بيطلع لك اللوجو بتاعها في النص زي قبل كده ودي الحاجات اللي سيري تقدر تعملها لكن في حاجات كمان بتستخدم الزكاية الصناعي التليفون بتاعك يقدر يعملها زي مثلا هو يحدد لك الاشعارات المهمة ومش بس انه هو بيطلع لك الاشعار فوق الاشعارات التانية لأ هو بيلخص لك مثلا الاشعار ده عبارة عن ايه يعني مثلا وجاء لك مثلا في جروب شات الناس بتتكلم كتير وجاء لك ميت نوتوفيكيشن حد مثلا فيهم بيقول ان هو هيسافر كمان شهر وحد تاني مثلا بيقولك انا هعزمكو بكرة على الغداء فهيجي لك ان الجروب دي فيها المعلومتين دول مثلا المهمين ان حد مسافر ومش عارف مين ما هيعزمكو بكرة على الغداء فده الشكل بتاع ان هو بيحدد لك ايه الاشعارات المهمة بالنسبة لك ومن التطبيقات المهمة للحاجات الحيوية يعني مثلا لو عندك معاد النهاردة بيطلعه لك فوق شعار ده مهم لان دي حاجة هتحصل النهاردة نفس الكلام في الايميلات فهو مش بس بيطلع لك الايميلات المهمة لا انت من غير ما تفتح الايميل انت هتكون عارف بالظبط ايه اللي جوه الايميل ده طبعا لو جاي لك ايميل طويل ممكن تفتح الايميل وتعلم عليه وتقول لي التليفون ان هو يلخص لك الايميل ده في نقط ويطلع لك النقط المهمة في الايميل ده غير إن فيه زكاء صناعي في الرد على الإيميل مش بس إن أنت بتكتب الإيميل ده وبهو بيعدله لك ودلوقتي يبقى فيه زكاء صناعي في أي مكان أنت بتكتب فيه سواء رسائل، سواء إيميلات، سواء في الملاحظات بعد ما تكتب الكلام اللي أنت عايزه ممكن تعلم عليه وتقوله يعيد كتابة الكلام ده بشكل مختلف بشكل مثلاً فرندي أكتر، بشكل احترافي أكتر ممكن تخليه شوف إيه الأخطاء الإملائية أو التعبرية في الكلام بتاعك وبيحدد لك إيه الخطأ وليه التعديل بتاعه كذا وليه ده غلط ومن استخدامات الزكاء الصناعي إنه هو دلوقتي يقدر يعمل لك صور سواء من تطبيق اسمه Image Playground أو الجزء من التطبيق ده موجود في التطبيقات التانية زي مثلاً الإيميسج أو الإيميل أو كده أو اللي حتى النوتس آب فأنت مجرد أنت بتكتب حاجات معينة أو برومتس معينة وعن طريق زكاء الصناعي هو بيعمل لك الصورة من الكلام اللي أنت كذبه وكمان إذا كان الصناعي بيبعارف لو أنت مثلاً الحاجة دي أنت موجهة لحد يعني مثلاً لو بتقول لحد كل سنة وهو طيب هو عارف لحد ده هو عارف شكله عامل إزاي فهو بيعمل لك شكله في الصورة مثلاً مع كيكة عيد ميلاد ومن أي صورة أنت بتعملها تقدر تختار من ثلاث أشكال سواء هي Sketch أو رسمة أو Animation 3D وطبعاً مع أي صورة أنت بتديله الكلمات اللي هو هيعمل لك منها الصورة هو بيديك أكتر من Option عشان تختار ما بينهم وأي Option منهم تقدر تخليه من أي نمط من الأنماط اللي احنا تكلمنا عليها اللي هو Sketch وال Illustration وال Animation لكن الحاجة اللي ممكن الناس كتير تستخدمها هي Gen Moji اللي هي Generative Emoji التلفون بيعمل لك Emojis على حسب الكلام اللي أنت عايزه يعني مثلاً المساء اللي قال لك ديناصور بيتزحلق ممكن تستخدم أي حاجة من خيالك الواسع وكمان ممكن تستخدم أشخاص من عندك ك Gen Moji بيستخدم شكل وشها في ال Emoji مثلاً لو قلت له مثلاً فلان الشخص ده عايزه رأي فضاء فها بيحط لك بقى شكله طبعاً بشكل كاريكاتير شوية أو أنيميشن شوية مع خوزة رواد الفضاء ودي برضو حاجة أنا ممكن أستخدمها شوية فور فون لكن مش من الحاجات الأساسية لأنا هستخدم التلفون عشانها ودلوقتي سيري تقدر تستخدم شات جي بي تي فور أو آخر واحد اللي لسه Open AI أعلنت عنه في المحادثات وفي الزكاء الصناعي بتاعها أنت دلوقتي لما تطلب من سيري مثلاً أو تسألها على حاجة حاجة شايفها معقدة أو شايفة إن شات جي بي تي هيديك إجابة أحسن فهي هتطلع لك دلوقتي إن أنت هتقدر تستخدم شات جي بي تي أو تكانسل الريكوست ده يعني مثلاً ممكن تقول لها اللي فيه لي قصة عن تنانين وحذكة حيوان فهي ممكن تقول لك بقى تستقدر تستخدم شات جي بي تي هتديك نتيجة أحسن وتستخدمه وهيطلع لك القصة اللي انت عايزها لو بتقول لها مثلاً أنا عندي مكونات كذا وكذا وكذا ممكن أعمل أكلة إيه هتطلع لك برضو من شات جي بي تي الأكلة اللي انت عايز تعملها وطريقة تحضرها والفكرة أنه لو بتستخدم شات جي بي تي انت البيانات بتاعتك ما بتروحش الـ OpenAI OpenAI مش شرط أن أنت تبقى مسجل عندهم أو عامل sign in في الاكاونت بتاعك عندهم وكل البيانات والمعلومات اللي بتروح للشات جي بي تي هي بتبعت المعلومات المهمة بس أو الحاجة اللي انت عايزها بس عشان تقدر ترد عليك ولو طلبت منها حاجة تانية OpenAI نفسهم مش هيبقوا عارفين إنه نفس الشخص ده هو اللي طالب أكتر من حاجة عشان ما اداروش يحددو الشخص ده مين او بيعمل ايه او ايه الحاجات اللي هو مهتم بيها بالصراحة انا متحمس جدا للزكاء بتاع ابل والاستخدامات بتاعته واشوف ايه الحاجات اللي ممكن يضيفوها لان هم قالوا على مدار السنين اللي جاية وعلى مدار السنة اول سنة بالذات هيضيفوا امكانيات اكتر وخواص اكتر لكن المشكلة ان الزكاء الصناعي او زكاء ابل هيبقى بس باللغة الانجليزية وهيضيفوا لغات تانية بعد كده وزي ما قلت اكتر حاجة احبطتني في الزكاء بتاع ابل ان هو مش هيشتغل على التلفونات غير الففتين برو والففتين برو ماكس وطبعا هيبقى بعد كده والفكرة ان بعد كده الايفون سكستين مثلا والسكستين بلوس هل هيكون فيه زكاء ابل ولا لا ولا هتكون دي خاصية بس للتلفونات بتاعت البرو اكتبوا لي رأيكو ايه تحت في الكومنس ونوري رأيكو في التحديثات بتاعت السوفتوير ايه وتحديثات بتاعت زكاء ابل ايه وهل انتم متحمسين للحاجة زي دي ولا لا تنشو تعملوا لايك وشير وتابعوني عشان ما تفتكوش بالديهات الجاية ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاية السلام عليكم